نزيل كموية بعد الإجراء أما تنفشر فيك؟ بنفس اليوم الآن بجوز بعض المشافئ إذا أدامه إذا أحدا منكم عب يسأل يعني عن خبرة تشوفه خصوصا جراحين القديمين ما بيطعموا المريض ولا بيشربوه حتى لبعد أسبوع وأسبوعين أحيانا يعني شفت ممارسات أول ما بلشت أشتغل كتير عجيبة غريبة يعني صارت من تاريخ الطب لكن الممارسة حاليا أنه بتحسين هذا المريض تشربه طعمي أنصاف سوائل من أول يوم لبان الشورب أو هذول القصص مين كمان عنده سؤال؟ طيب طيب هاي باختصار هلأ بردود الحجاب الحاجز؟ يعني بالحجاب الحاجز ما عندك شيء أنه تستقصل أو كذا إذا كان الأذية مبدئيا قابلة للخياطة يعني الحواف التهتك القريبة رممناها في عنا الخيارات الأشد أن نحط ميشي الميشي يعني مفروض تكون بخيوط غير قابل الامتصاص في ميشات لجي دابل بيكون وجهها البطنة والتاني برولين ومشان ما يصير التصاقات في جوف البطن مع الأحشاء البطنية خلينا نقول أزياد الحجاب الحاجز دائما بدأ فتح جراحة ليش؟ لأنه مثل ما بنعرف الضغط بالبطن إيجابي والضغط بالصدر سلبي فبصير ريح صدرية شديدة حتى وبتروح محتويات بصير فتح حجابي صنعي كمان فهي إصلاحة جراحة دائما هذا القسم خلصنا القسم الثاني هو اللي فيه أخفا دكتور بسيك سؤال هلأ أما تنلجأ للسلامية القيطة غير قابل الامتصاص وأما تنلجأ للقابل الامتصاص في الجراحة العمية؟ بالعموم القابل الامتصاص جوه البطن على الأحشاء خلينا نقول كل الأحشاء وجدار البطن الخيوط غير قابل الامتصاص في استثناءات أحيانا ممكن نستعمل غير قابل الامتصاص بجوف البطن بالأخير كله بيمتص ولكن دعنا نقصد فيه الامتصاص بطيء لكن خيطان تستخدم بجوف البطن وحيدة الجديلة إذا بدنا خياطة تطوير كثير إذا بدنا خياطة تطوير كثير الخايفين عند المريض يعني فيه الشد أو فيه تغذية ماء جيدة أو فيه بناء معينة من خافة فكية خياطة الفكية خياطة الفكية بتفك بأي لحظة في مدارس مثل البريطانيين حتى هابجوز كمان قديمي طاعت الزايدة يعني ربطة الزايدة بربطها بحرير ما بربطها في فيكريل يعني الفكريل مموثو حقيقة بس نحن لما عمشتغل بجوف البطن يعني مفاغرات بخمسة أيام تقريبا بمشي حالة بضاين الفكريل بضاين أسبوعين حتى مو بس خمسة أيام لكن فيه خياطات تماما البي دي اس والديكسون هدولة مثل النايلون أو البرولي إنما وحيدة الجديلي وفيه كمان هاي فيها ميزة إنه بالقناة الهضمية بتشرم يعني بديكون عندك العضلات قوية العضلات الملساء إذا بدك تخياط بديكسون خلينا نقول مثل المعدي فهو موضوع جدلي لكن أنت حفظه بشكل عام أنه القابل لإمتصاص هو بالجوة بالألحشاء على الحجاب مثلا لا لازم يتخياط بخيوط ما يقابل للإمتصاص فيه شد وفيه كل حركة التنفس عب يطلع وبينزل وإلى آخره فيفضل لكن بجهة البطن كمان نرجع عن مشكلة بجهة البطن لازم نستخدم خيوط إذا بدك تفوت أنت من الصدر يعني حسب أنت إيش تك تستعمل الميشي خلينا نقول ليس إذا طرفين طرف قابل لإمتصاص طرف غير ممتص بهم بدك تستخدم الخياطة المناسبة وانت تستخدم الخياطة المناسبة هاي باختصار بس يعني ما في قاعدة أنت بخلال ممارستك للجراحة بس أنت عم تتعلم كل عملية وكل شغلة كل خياطة على نوع من الخياطة بدك تحفظه لكن بالعمق يعني حتى الحرير ما عد حدا يستخدمه للقاعدة الزيدي في ناس على البريطانيين الممارس القديمي عندهم حتى بتحلف وتتخرج كجراح أنك تربط قاعدة الزيدي بحرير متشددين لهذه الدرجة كانوا نحن بنربط ربطين فيكريل لكن حتى أنا قناعتها ربطة الحرير الوحدي أسن من ثنتين فيكريل أقوى مو أحسن يعني أنه أمتل في بعض الزوايد يعني قاعدتك تكون بالتهبي متوذمي وكذا فاحتمال كبير أنها يعني تفزدل خلينا نقول يعني تنوسر فهي بشكل عام يعني ما في إيجابة محددة لكن بالعموم هيك هاي الخطوط العريضة أنت بالجراحة وبالطبع عموما كل شغلي إلها شغلي يعني ما في قاعدة تقريبا أو كل قاعدة إلى استثناءات فغير قابل الامتصاص بتخيط في السطحة السطحة يعني الجلد فقط حتى تحت الجلد شفت بتخيطه في فيكريل الصفاق بتخيطه في فيكريل إذا حدا ما يكون حضور عمليات بيعرف عني شعب أحكي بيختلف قياس الخيطان طبعا كمان جوه بيكون يعني 2-0-3-0 أحيانا 4-0 الأولية 5-6-0 برع الجلد 3-0 في خيطان مثلا اللي بتثبت فيه مفجر الصدر بيكونه قياس واحد من غير 0 هذا تخيم بيكونه وهيكي بنثبت فيه المفجرات كمان بيكونوا خشين تفضل هو التباقي دكتور يعطيك رافينا أنا خوفانين يعني ننسأ لهيك سؤال يعني كدوى فيه يعني اختلاف كل من شخص لشخص حتى جاوب بهالرنج اللي حكيت لك عنه مشكور دكتور الله تكري عافية إذا تذكرت كل حكيمات ذكرت خنسكول بالبطن ممتص بره غير ممتص ما فيك سؤال ما فيك سؤال لا أدخل هلأ برجع بقلكم حسب بدي أسأل بصراحة أنا بهم ما بهمني الجواب الدقيق لما بدي أسأل بالليجان بهمني كيف أنت عب تناقش الموضوع كيف محاكمتك أنت للقصة حتى لو غلطت بشرط ما تغلط غلطة يعني كفرية يعني ما تجد حكيلي بالعكس والله أنا المعدي ولا الأمعاء ولا الكلوم بخيط ببرولين أو بنايلون والجلد بخيطه بفايكريل على فكرة كمان لاحظ الآن في ناس بتخيطوا الجلد بحرير ما فيه هيك شيء يعني ما بصير تخيط بحرير تجميلة هكين بشتري بحرير لا لتجميلة أو تحت الجلد يعني الاسم العلمي بتخيط بفايكريل أو ببرولين إذا بدك إذا بدك مخفى تماما حتى القطب الطرفين تبع الجرح فهذا فيكريل فيكريل 30 أحيانا 40 30 هو الأنسب إذا كان بدك تخلي القطب لبرا وهذا أنا اللي بفضله لأنه صحب البرولين كتير سهل فبتخيط البرولين 30 أو يعني نايلون والجلد كمان إذا سألناك على الأبر الجلد دائما بتخيط بأبرة قاطعة رأسها مثلث الجوة بتخيط بأبرة مدورة رأسها مدور ليش لأنه تشريمها أقل بيشريم أقل الأبرة القاطعة اللي رأسها مثلث والخيط الغير منتص بيشرمه الأنسجي اللي بيدخلوا فيها يعني بيأذوا خارج المسار اللي بيدخلوا منه يعني مو بس محل ما بتدخل الأبري بتشرم قصة حواليها والخيط كمان بس يفوت وشديت هيك القطب كمان بيشرم فبدو أنس يجي قوي اللي يتعامل معها اللي هي البرة الجلد فعرفته ليش طيب بدي أحكي عن الدرق سريعا بيظل الثدي للمحاضرة القادمة مشان كمان هلأ أحكي لكم شوي عن أو بجوز خليها للمحاضرة اللي جاي نحكي عن يعني نعمل جلستين مثلا خلينا نقول نناقش كل شيء بدي نسئل بالمقابلات مع أمثلة عملية وإجابات متعددة وكذا يعني نناقش احتمالات كتيري إذا صرنا نعمل جلستين طيب إيش رأي يكون إذا اليوم خلصنا الدرق بعد يومين مثلا نعمل للسدين خلص غد الأسبوع كل شيء خلال الأسبوع القادم نعمة جلستين للمقابلات خلينا نقول إذا كانوا كافين بيكون خلصنا ما كانوا كافين بنعمة وحدة إضافية المقابلات يعني سنعتكم فيها كتير بقصد هذول جلسات المراجعة يعني بجوز ناقش تقريبا أكتر من نص اللي ممكن سئل والباقي تركوا هيك إنتوا ولمطلع تكون شوي تمام هيك الخطة حكيم إذا بتحكينا عن الامتحان من المقابلات وكذا هلا بعدين من كلم يعني أنه مثلا يعني إذا شرحتنا الدرق مثلا أو السدين يعني نحن يأخذين فكرة عنه كذا وقت يشرح أنه يعني مستعيد معلوماتنا لكن الامتحان بالنسبة لنا أهم مثلا يا جماعة النظر أهم وعلامته أكبر والنظرة أشمل المقابلة مثل ما قلت لكم يعني أنت المقابلة أنا أريد أن أأتي المعلومات التي أساسا عندك النظرية استدعيها دعونا نقول للمناقش ولمحاكمة يعني علمك كيف تستخدم هذه المعلومات لا أعطيك شيء جديد ومن ناحية العلامة أقول لك النظرة هو أكثر دعونا نستعمل بدأنا نلحق كل شيء إن شاء الله أنت دراسة النظرة وما تكون هم دراسة العمل العمل أيه هو يعني شيء يسميه يعني بدأ مهارات أكثر من أن أنت تحفظ معلومات المعلومات موجودة عندك يعني نفس الطبعا هذه طريقة صحيحة للتعلم هذا يشبه اللي تعلموا باللغة أغلبنا أغلب كون عنده مخزون لغة من نسبة للغة الإنجليزية إذا نحكي كافي لأنه يحكي بالتعلاقة باللغة الإنجليزية اللي هي أكثر المراجع تقول لك 3500 كلمة بتحكي فيهم يعني أكثر كون حفظان هذا بس ما بيعرف يستخدمه ما بيعرف يحطه بالاستخدام العملي فنفس الشيء هون أنت المعلومات النظرية عندك كافية بس أنا يعني بهمني تعرف أنت شون تناقش هذه المعلومات فخلينا نخلص هاي وممكن اليوم تاني نزقل لنا الأربعة الخميس يمكن الأربعة يكون عندي شيء بعد الدواب الخميس بنفس التوقيت ساعة ستة بنحكي الثدي بسرعة ومنبدأ بداية الأسبوع نعم الخميس شوي مجغول ساعة ستة عندنا جلسة مخبار طيب بكرة بناسب بكرة بكرة كمان نفس التوقيت ما بناسب لأنه عنا قلبي طيب حكين بشرب جمعة جمعة الصبح ايه جمعة عيمة ما كان ما عنا شيء طيب ماشي خلينا هلأ نخلص اليوم نحكي نتفق بعدين عن الموعد طيب تشريح الثدي اهم شيء بتشريح الثدي هو النزح اللنفي حقيقة سلاسل العقد اللنفية هاي كثير بتهمك بالجراحة ترويت الثدي مهمة النزح الوريدي مهم لكن الاهم هو اللنفي اللي هو لوصل وثيقة بالجراحة في عنا ثلاث مستويات للعقد اللنفي سطحي متوسطة وعميقة بعملية استقصال الثدي الاخر شكل الى اللي بيسموها الموديفايد راديكا الماستيكتومي استقصال الثدي الكامل او التام او الجذرة المعدل الجذرة كان يشيله كل شيء عقد لنفي يصرف الى الثدي يفوته بالعمق فوق الوريد الابطي يعني يحفر الابط حفر خلينا احكيها بهذه الطريقة شافوا ان هذا الموضوع كتير سلبي وكبير واذا اساسا انت الورم موصل لهذا المستوى فما راح جراحة بهذا العنف تعطي اثر جيد على مدة حياة المريض خلينا نقول فشافوا انه يعني بالدراسات تبين انه تجريف للمستوى التاني هو كافة جراحيا والعلاج المتم بتولى بقيد الموضوع شافوا النتائج بحيث يعني من حيث البقية خلينا نقول بين تجريف المستوى التاني تجريف مستوى التالي نفسه نفس الفترة عبيعيشوها المرضى لكن الاختلاطات الجراحية بتصير اكتر بكتير اذا جرفنا نحن كتير للمستوى التالي منها الوذم اللنفية منها زية الاعصاب ووذمة الطرف وحس الخدر والتنميل وإلى آخره من هدول الاختلاطات فصار صارت الممارسة انه هو يتجر في المستوى التاني وهذا اللي اسمه الاستقصال المعدل فهدول الثلاث مستويات الموجودين بهذا المستطيل جدا 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 مهمين هلأ انت حفاظ المستوى الاول هو وحش العضلي التاني هي بعمق العضلي او بين العضلتين خلينا نقول صدري الكبير والصغير والمستوى انسي العضلي ضرر يتحفظ هاي بس ما هو من كل مستوى المجموعة الواحد واثنين وثلاثة والمجموعة المركزي والمجموعة فوق الابط والمجموعة الكزا والمجموعة الى آخرهين عفوا ديكتور بس كأني ما مشاركت لا شي ما شاركت الشاشة هذا المستطيل اذا شايفينه شايفين مستطيل مستوى هذا اهم شي نعرف وين كل مستوى طيب في نقطة تانية مهمة في مصطلح إذا سمعتوا فيه سنتينيل لمف نود مين بيعرف اش معناها بالعربي سنتينيل لمف نود العقد الحارسي تمام العقد الحارسي اش هو العقد الحارسي مين بيعرف في اول عقدي بيصال لها النسح اللي في إذا كان فيه يعني نستكشن هي منشيلها أو منحط مادة يعني نحن اننا نشوف انه لوين موصل درجة كرام فمن نحق المادة منشوف اذا وصلت عندها هاي فبيكون منتشر يعني صحيح العقد الحارسي هي اول عقدي بتوصل لنا قائل من الورام شلون منجربها بنحقن صباغ بالكتلة وأثناء الجراحة أثناء الجراحة طبعا بنراقب اذا تلونت واحدة من العقد فهي اول عقدي بيوصلها الورام نزح اللنف الى اول شي اسرع هذا بايش بفيدنا بفيدنا نعرف انه الورام انتقل للعقد الا ما انتقل مشان تصنيف الورام مثل ما بنعرف تصنيف تين ام الشائع هذا الشيء يعني صار في مصطلح جديد بداله اسمه البي سي اس الجراحة المحافظة على الثدي اللي هي انت بتستقصل فيها الكتلة فقط وبتجرف العقد تحت الأبط أو ما بتجرفها فهذا الشيء اللي يعني خلى العقد الحارسي ما ما كتير لتطبيق عمالي من جهة من جهة السبب الثاني هو انه هاي يعني طريقة ميدا لأنك تقيم الانتقال اللمف فهي هاي باختصار يعني رح يظل عندك عدد كبير من الحالات منتقل للعقد لكن ما نبين ما رح يبين بالصباغ وأساسا يعني بس كان الكتلة حجمة نصف سنطي بيكون في نقائل اللمف عموما طبعا لأنه بيكون انقسمة الخلايا الشاذي انقسامات عددها بالملايين نسيت الرقام بس يعني الموضوع موضوع جدوى كتير خلينا نقول لكن هو يعني من ضمن الشيء التجربة اللي كان عبي يصير فلكن حاليا مصطلح الجراحة الثدي المحافظة اللي هي بتحافظ فيها على الثدي وبيستأصل الورم ممكن تتجرى في العقد وبنعطى المريضة وتنعطى المريضة علاج متمم الكان كيماء والكان شعاعي والكان هرموني هي الشيء يعني خلينا نسميه الفتح الطب الجديد أو تطور الطب المهم بجراحة الثدي ليش مطلت تتحرك طيب هلأ قم نجي لأفات الثدي الحميدي أو السليمي باختصار شديد أو خلينا نحكي بشكل عام على الكتل هلأ في صفات صفات الكتلي بشكل عام أي كتلي كان سليم أو خبيثي بنطلع على حجمه بنطلع على انتظامه بنطلع أنه إلى محفظة لما لا محفظة بنطلع على التصاق بالعمق بنطلع على التناظر هذول كل الصفات مهمين بإيش بيفيدونا في الكتل الحميدي بيكون هاي المواصفات إلى شكل والكتل الخبيثي بيكون إلى شكل تاني الخبيثي غالبا ما بتكون حوافة واضحة ما لمحفظة بتكون ملتصقة بالعمق أحيانا ملتصقة حتى بالجلد حوافة غير منتظمة وبيكون غير مؤلمة هاي كتير مهمة وبيكون قوامة قاسية هاي بشكل عام صفات في بعض هاي الصفات بتشترك فيها الحميدي والخبيثي أحيانا مثلا القوام القاسية بيكون موجود ببعض الأفات الحميدي بشكل أساسي في صفات هاي الكتلة طبعا ممكن يعني ناخد بعضها من خلال التأمل بعضها من خلال الجز أو حتى الأشعة وخصوصا الإيكو والماموغرافي مع بعض ممكن يعطونا بعض صفات هاي الكتل الإيكو أهم شيء بميز الكيسات الماموغرافي مثل ما شايفين فيه علامات كمان خباثي بالماموغرافي البقع الناعمي أو التكلسات خصوصا هاي علامات خبث وأيضا الحواف غير الواضحة هاي مقارنة بين نسيج الثدي السليم الماموغرافي وبين آفي سليمي هاي اللي بالنص اللي هي الكيسي وبين آفي خبيثي على في الأيمن مكتوب عليك فانسر طيب مثل ما أنا شايفين هنا الإيكو بيكش في الكتل الكبيري من واحد صنطي ثمان فوق في الغالب الماموغرافي بتبين فيه الكتل الأصغر هاي الفرق بين الآفي السليمي حدودها ملساء أو ناعمي شكلها مدورة أو بيضوي يعني منتظم خلينا نقول صدويتها ضعيفة بالإيكو الآفي الخبيثي بيكون حدودها ثخيني ماي منتظمي حوافها مشرشرة ممكن أحيانا تكون ناعمي وعالية الصدى بالإيكو أيضا صور الرنين بتعطي أحيانا تفاصيل إضافية ما كتير بالتطبيق العملية أيضا تصور أقنية الثديمة كتير كمان في هدول تقنيات هل أول شيء الـ FNA تقريبا يعني شبه بطلت بالثديمة زال إلى استخدامات بالدرق في السلك المعقوف الموجهة بالإيكو أنت لما تكشوف كتلي بأي نوع من أنواع التصوير خصوصا الموموغرافي يكون حجم صغير مايمج سوسي فالجراء حتى بديفوت ياخد مننا خزعة ما بيحسن يوصل لها بدون توجيه أشع على هميمج سوسي فالشعاعي نفسه أثناء التصوير ممكن يحط لك علامي يدخل سلك يغرزه فيها بحيث أنت تفتح تعمى شقك فوق هذا السلك وتمشي معه لحتى توصل للكتلي في تقنيات أخرى يعني مفصلة أكتر في أيضا من الآفات السليمية بالثدي ما يخبيث فيه خراجات الثدي بتصير خصوصا عند المرضيعات التهاب بفود غالبا من الحلمي علاج الخراجات قبل دائما يقل لك جراحة خصوصا إذا فيه قيح حاليا إذا تشخص باكرا ممكن أنت ترشع في هذا القيح وتعطي علاج بالصادات رشوفه متكرر مع علاج بالصادات إذا كان فيه تجمع خراج ولو جدار بنرجع كمان للخيار الجراحي اللي هو بنشق تخراج ممكن نحط مفجر إذا جواه في تخراج كبير نفس ما عملت تخراجات حول الشرج البقية الآفات الالتهابية نادرة الحدوث صعبة التشخيص عليكم رح أحكي بس عن الداء اللي في الكيسة من الآفات الغير التكاثرية يعني غير الورمية الداء اللي في الكيسة هو شائع بتشوف يعني تليفات وتكييسات بنسيج الثدي ما بيحتاج علاج إنما متسكين ألام نعطي أحياناً فيتامين إي ما هو قليل يعني داء اللي في الكيسة ممكن تشوفه بالمشفى وبالعيادة بيعمل ألم أحياناً بيكون له علاقة حتى بالدورة ما بتصرطن وأحياناً الكيسات نفسها هذا اللي في الكيسة يعني بتغير نسيج نسيج الثدي بيصير في تندبات بيصير في تكيوسات أحياناً هاي الكيسات حتى بيصير بتحوي سائل جواته قد تحتاج تبزله قد ينتين وقد إلى آخره لكنه حالي سليمي بالعموم كيسات الثدي أيضاً ما لا اغتباط بالسرطان وما بتحتاج تداخل جراحة في الغالب ما بتحتاج شيء يعني الآن بالانتقال لسرطان الثدي بأنواعه ما رأحكي على بقية الأفات السليمي لا بس الورا من الغدالليفة الورا من الغدالليفة هو كتير شائع تشخيصه بيخلط أحياناً مع السرطان إنه في كتلي لكن هاي الكتلي بس يصور عندك أو عندك خبرة بالفحص من الفحص كتير يعني حتى بيسموها فقرة الثدي لأنا كتير متحركي ما يملتصقه بتجي حتى بدك تمسك الكتلي بين إيدك يعني بتفقسم بين أصابعك فهيك سموها فقرة الثدي لأنا كتير متحركي أو قوامة قاسة حتى يعني مطاطة قبل بيقوله ما فدعت استقصلها لكن يعني كل كتلي بالأخير بالجسم حتى لو سليمي لازم تستقصل وتحلل بتشرح المرضي كان الاستطوابين استطوابين الاستقصالها سابقاً وزاوز حجمها 2 سنطي والسبب الثاني إذا سببت ألم لكن حالياً ينصح باستقصال كل الكتل لشانبعتها تشرح المرضي نتأكد ما هو القلب؟ طيب خصوصاً بالأعمار المتقدمة حالياً سرطان الثدي بكل أنواعه اللابولار والنوديولار إلى آخره له ارتباط في عوامل خليني سميها مؤهبة أو عوامل خطر منها البداني بشكل عام أغلب عوامل خطر إلى ارتباط بهرمون الاستروجين هرمون الاستروجين كل ما طالك خطرت الفراز وزادت مستوياته في جسم الأنثى كل ما شكل عامل خطر على تطور الخلايا الورمية أو تصرطن الخلايا الثدي اينا حالات بصور فيها كتير يعني أفراز الاستروجين هي الفترات اللي بصير فيها طمث مبكر يعني الإناث اللي بتجيهم الدورة لأول مرة مثلاً بعمر تسع سنين بعمر عشر سنين كل ما أجت أبكر فبتتعرض الأنثى خلال فترة حياته للاستروجين أكتر وبالمقابل نفس الشيء اليأس المتأخر أو توقف الطمث المتأخر يعني مثلاً ضلت السيدي لبعد الخمسة وخمسين سنين أو لستين سنين لسه في عندها دورة بعدين لحتى انقطعت الدورة عندها فطول هاي الفترة نفس الشيء فيه بالمقابل العوامل اللي بتنقص الأستروجين بتحمي من سرطان الفدي واللي هي الحمل والأرضاع خصوص الأرضاع والأرضاع المعتبره واللي أكتر من سنين أكتر من 12 شهر يعني الارضاع اللي له تأثير إيجابة لما بيكون أكتر من سنين أنا عملت بحث عن سرطان الفدي بالماجستير أخذت عليه الماجستير من شهر تقريباً ناقشته بالجامعة بأنقرة كتير مفصل حالياً عمراس المجلات لشان ننشر إن شاء الله وممكن قريباً الجامعة تسمح يعني أن ننشر الطروحة الكبير يميت صفحة بس أنا إذا نشرنا الدراسة رح تكون تقريباً عشر صفحات مختصرة مفصل هذا الشيء فيه أريد أن أدرس العلاقة بين السمن أو البداني وبين سرطان الثدي قبل وبعده الطمث البداني إيش هي علاقتها بسرطان الثدي وجد أنه النسيج الدهنة بيفرز أستروجين نسيج الدهنة بالجسم بيفرز الأستروجين وفيه آليات التهابية خلوية بتسببها البداني إفراز السيتوكينات أنواع بأنواعها انترلوكين وتيومور نيكروزيس فاكتور إلى آخره من هذول العوامل الالتهابية وطبعا فيه نظريات بتقول أنه السرطان بيبدأ على شكل انتهاب حاد بتحول لمزمن بعدين بتحول لديسبليجيا عصر التصنع بعدين بتحول لحقول ميتابليجيا بعدين بتحول لورم أو شذوذات خلوية انقسام فهاي أهم وطبعا البداني مثل ما تعرفه يعني بيأهب للحمي الغزائي غير متوازني بيأهب لنقص النشاط البدني وفيه عوامل وراثية متعلقة بالطفرات بركة واحد وبركة اثنين وفيه متلازمات وراثية أيضا تتراحق مع سرطان الثدي وسرطان المبيض بما أنه عملت دراسة الحمل الهو واقي يعني يلقي من سرطان الثدي أنه سنتعدد الحمول نعم يلعب دور واقي يعني يعني ما في علاقة سببية مثبتي علميا لكن إحصائيا يعني مثلا وجدوا أنه سرطان سرطان هذا تصميم دراسات أنا دراسة اللي عملتها كيس كنترول بنسميها كيس كنترول ستدي يعني أخذت الكيسز اللي مصابين بالسرطان وأخذت مجموعة كنترول سميتها مجموعة كمان إلى ضوابطة بدي قارن مجموعتين مع بعض مجموعة عنده سرطان ثدي ومجموعة ما عنده سرطان ثدي بدي شوف شقد الانتشار البداني بين مجموعة اللي عنده سرطان ثدي وشقد انتشاره بين اللي ما عنده بدي شوف شقد اللي عنده سرطان ثدي نسبة اللي أرضعوا منهم وشقد نسبة اللي ما أرضعوا بهذه المجموعة هذا النوع من الدراسات موثيقتي العلمية أقل من التجارب السريرية فعموما كل الأبحاث والدراسات اللي بتشوفوها يعني بصدقيتها ما يعالي يعني ما زال العلم عاجز عن تحديد الأسباب وأنت إذا حددت الأسباب حقيقة بتعمل تدخلات علاجية ناجعة يعني بتشوف لحد الآن كل أنواع السرطانات ما معروف أسبابه الواضحة الدقيقة أمراض مثلا مثل مرض الإيدز مرض الإيدز حتى الآن آليتو ما يمعروف فيه يعني حتى بوجود هذا الفيروس اللي بيحكوا عنه أي مرض بتنعرف آليتو الدقيقة بتصير أنت على خطوة من توفير العلاج أو اللقاح له فلكن علميا فيه شيء بسميه ترافق يعني المصطلحات العلمية بيستخدمها وفيه شيء من هذا الترافق بيكون له قيمة إحصائية يعني ما بكفة أنت تقول أنا مريضات سرطان الثدي لقيت تسعين بالمئة منهم عندهم بداني معناته البداني إلى علاقة بسرطان الثدي لا لازم تروح على مجموعة الكنترول مجموعة الشاهد اللي نسميها اللي هي بالعادي بتكون قدة أو ضعفين أو ثلاثة أو لحد الأربع أضعاف أنا بدراستي كان عندي أكتر من أربع أضعاف الكنترول ومع هيك قد تلاقي أنه فعلا بهاي المجموعة البداني منتشرة أكتر لكن في اختبارات إحصائية بدك تعملها على العينتين الاختبارات الإحصائية قد تقل لك أنه فعلا البداني هون أكتر لكن ما ألها معنى يعني ما في ترافق ربما عن طريق الصدفي أو في شيء بيسموه confounding factors يعني عوامل إيش بيسموها بالعربين confounding يعني عوامل مشوشة بتشوشك بتشوش النتيجة عندك يعني مثل إذا أنا قلت في ترافق بين ارتفاع الضغط وبين شرب القهوة مثلا طلعت أخدت عيني 200 واحية عندهم ضغط و100 واحية ما عندهم ضغط طلعت لهم عندهم ضغط كلهم بيشرب القهوة وهدليك ما بيشرب القهوة قد معت فعلا القهوة بتعمل أرتفاع الضغط لكن ربما نش لاقي أنه التدخين لأنه هدول الله عندهم ضغط كلهم مدخنين والتدخين هو السبب وليس القهوة لكن كل مدخنين بيشربوا القهوة فهون هذا أعوامل بتشوش لك النتيجة فالغاية من الاختبارات الأحصائية دعونا نسميها بيوستاتيستيكال تيست هو أنك تشوف هل هذا الترافق له معنى يعني سيجنيفيكانت ولا نطسي سيجنيفيكانت فهذا كمان خطوة ثانية لموفقية الدليل العلمي ومع هذا أنت بتقول قد يكون فيه ترافق ما بتحسين تقوله أنه هو هذا السبب ولا أنت لو محدده سبب أكيد كان لقيت له علاج أو منعت أنه هذا المرض يصير وهذا شيء غير موجود في أغلب الأمراض والتطبيقات الطبية وخصوصا السرطانات ما بعرف إزاي يعني واضحة النقطة تحتاج يعني شرح مطول بس هي باختصار التصنيف بنعرفه مثل ما بنعرفه في الـ TNM الفدي فيه خيارات علاجية كتير من علاجات الأساسية الجراحية والعلاجات المتممة سواء كانت كيموية أو هرمونية أو شعاعية أو سواء كانت قبل الجراحة أو بعد الجراحة قبل الجراحة اللي مسموه طبعا العلاج المتمم معناها علاج متمم معناها قبل فمسميه علاج متمم بدئة أو قبلة يعني قبل الجراحة فبالثدي أحيانا بنعطي هيك نوع من العلاجات لشان نصغر كتلة الثدي وقد يكون هاد العلاج هرموني وقد يكون كيموية فيه معايير لجراحة الثدي لكن كل سرطان بحاجة لاستقصال جراحة أيامات بنجرف الأضط هذا شيء خصوصي يعني بس بالعموم خصوصا بمنطقتنا دائما بلزم تجريف أضط غالبا مو دائما خليني نقول أغلب السرطانات الخبيثة في الثدي هي بيكون نوعها سرطاني قنوي غازي وأكثر توضعها بالربع العلوي الوحشي في أسباب كمان غير معروفة في DCIS والLCIS ذكرتهم من شوي اسمهم سرطان ثدي موضع غير غازي يعني ما بيتجاوز الغشاء القاعدة للنسيج النسيج الغد للثدي فاذا بتذكروا بنية الأنسيجين فهذه الحالات سليمي لكن قطت سرطان في ربع إلى تلت الحالات قطت سرطان في تلت إلى ربع الحالات يعني كمان بدها جراحة كخلاصة لكن بفرق معنا العلاج المتمم الليمفومات والساركومات إلى آخره والعلاج هذا كثير تخصصة بس بشكل عام العلاج السرطان سرطان في المرحلة الأولى والثاني نسب الشفاء فيه عالي بالمرحلة الثالثة والرابعة بيكون تلطيفة ومع هيك العلاج مع الأمراض المزمنة يعني مثل الضغط مثل السكر يعني أمراض ماء منتقلة يعني ما بتسبب أحياة دقيقة بتنتقل بالعدوى من جسم لجسم اللي بسميها الامراض المعدية هو الأمراض الساري اللي اسمه الحقيقة بالبالبالبالباليك هيلث يعني فيروس أو جرثوم أو طفيلة أو إلى آخره بفوت على الجسم بيعمل التهاب هدول اسمهن أمراض ما يمنتقلي يعني ما يمعروف أسبابه جرثومي وكذا فهدول ما بصير فيهن شفاء يعني لو فيهن ناس بتقول لك فلان أصيب بالسكرة وطاب ولا ضغط وطاب ما في شيء اسمه طاب إنما صار هجوع للمرض نفس الشيء السرطان وقد ما يأثر على الحياة يعني قد إنه يضل المريض لا يموت من سبب تاني مثل عندك السرطان الحليمي بالدرق يعني بيصير شفاء تقريبا خلينا نقول يعني كأنه المريض ما معه سرطان مثل إذا معه مرض تاني يعني تستقصي للغدة بتعطي يود مشاع خالصين ما ضغط شيء اسمه ورن بالجسم نظريا طيب هذا اللي حكيت عنه الاستقصال الفتدي الجذرة كان قبل هذا العنيف اسمه جراء هالستيد في الثدي الجذري المعدل اللي هو باتي باتي's operation اللي هو موديفايد هالستيد اسمه نحافظ فيه على البكتوراليس مصل كان يستقصلا عمنا هالستيد فيه شيء اسمه العلاج الجزئي او العلاج المحافظ الاورام اللي حجمه اقل من ثلاثة هو الحقيقة حجمه اقل من خمسين للخمسة سنطة ممكن نحنا ننطبق علاج محافظ نحافظ فيه على الثدي وبدأ يكون الثدي كبير نسبيا يكون فيه عندنا متوفر خيار العلاج الشعاعي يعني اليوم تقل لي مريضة انت حجم الكتل صغير وما عندنا قائل تحت الابط انا بدي استقصله بس الكتل وحافظ له على الثدي وما بحسن حوله على التركية او على الشام تاخد علاج شعاعي وما عندي علاج شعاعي مثلا بالمنطقة لا مريضة قل لك مريضة انت تحافظ العسدي لازم تساصل الثدي وتجرف تحت الابط بظن ما ظل في شيء كتير مهم يعني حكينا عند الخمسة سنطة مقبول ايه في مراجم تحكي للخمسة سنطة هون حيطة الثلاثة عندكم طيب بكرة بعد بكرة لنشوف ايما تعمل المحاضر القادم نحكي على الغد الدراقي ان شاء الله حلق بشكل عام المقابلة رح حكي الاختصار تفصل لاحقا ان شاء الله رح سكره المقابلة عموما رح تكون في شيء اساسي عن الحالات الاسعافية بالجراحة العامة يعني الالم البطني خصوصا والشيء رح يكون اساسي عن الردود وخصوصا الصدمة وتدبير الاذيات الشائعة خلينا نقول يعني مثلا انت بتعرف انه اغلب علاج اصابات الكبد هو يكون مراقبه من غير ما افتح البطن حتى وقت افتح اعمال دك ما في انه الاجراءات المتقدمة اغلب مثلا اصابات الكولون تحتاج يعني اصلاح وخياطة وبتعرف اشو معنا يعني هاي بشكل اساسي بالاضافة لتعريف الصدمة ودائما تعرف انه المريض المصدوم غالبا بيحتاج فتح بطن هدول النقاط الاساسي يعني مثلا راح اعطيكو انا بهذا الشكل ناقش معكم الاسئلة او المسائل اللي ممكن نناقشها ونسأل عنها بفحص المقابلة وفيه شي راح يكون عن جراحات الشاية على البطن اللي يبسك الاساسي في توق المرارة خلينا نقول ونسأل الاسئلة عامة عن الاورام هذا الشي اللي انا ممكن يختار ببالي حاليا من خلال انا اعطائي لهاي الابحاف لما اعطتكم اياها بكل منا ركزت على نقاط معينة بنرجع ان شاء الله بلخصها بجلسات المراجعة هاي باختصار وبنحكي بالتفصيل ان شاء الله من خلال الجلستين بنعملون للمقابلات في حدا عنده سؤال سواء عن محاضرة اليوم او غيره دكتور لا سؤال ما هو عن محاضرة بش دكتور نحن نرجع للحقن في الجراحة العامة او بشكل عام يعني التصوير مع حقن التصوير مع حقن هو لنميز الكتل الخبيثي غالبا طبعا وكمان لنميز التسريب اذا شكيين بناسور خصوصا سواء صنعه او جراحه او تلقائه هدول بشكل اساسي لكن يلجأ له في اغلب الحالات تقريبا لانه كل ما زادت دقة التشخيصية عندك بيساعدك بتدبير الحالي اكتر لكن بالعموم نحن لما نشك بالاورا احيان في بعض الكتل من الصورة البسيطة من غير حقن بتبين مظاهر سلامتها بين انه هي كيسي بين انه هي كتلة سليمة لكن الكتل اللي ما بيكون التصوير فيها حاسم نلجأ لحقن المادة الضليلة احيانا حقن وريدة وفي الغالب اذا بالقناة الهضمية حقن وريدة مع شرب المادة الضليلة يعني من حقنها بالوريد ومنحط له اياها ضمن لتر او لترين ما ينخلي يشربها ونصوره بعض نصفها لتلقي ما توصل المادة الضليلة على الامعاء هاي باختصار حكيم حكيم بالنسبة للمقابلات في احيانا هيكون نهار السبت واحيانا نهار الاحد عندي راح تكون متواجد في الايام مسلا انا اللي شفته احد وجمعة يمكن او خميس ما بتذكر انا ما انا ما بحسن غير سبت و احد في الغالب فاخترت الاحداث يمكن اربع احداث بتذكر وما هو شرط تكون فيهم كلهم ما بعرف يعني لسه حسب برنامجي لانه احتمال يكون عندي سفر بشهر عشرة ما بعرف ما نمتأكد يعني لكن في الغالب احسن احضرهم لكن كمان ازا يعني ازا بس شوف مين راح يكون بلجان التاني من الجراحة العامة اتفق معه على نفس النقاط ممكن يعني لاشوف دكتور الامتحان الكتابي راح يكتبه انت بس ما فهمت الامتحان نظري قصدك النظري النظري ما في للسنة السادسي في للرابعة مادة الجراحة ممكن تستعاش شهر انا راح يكتبه اني غالبا حكيم اصدر الوطني يعني بعد المقابلات انه الوطني ان شاء الله ايه تمام انا ركع دورة السنة ايه اللقينت الدكتور واقسام الدكتور جمال غالبا اكتبه ان انا بس ما سألته لسه يعني باحسن احنا ما عطانا الدكتور جمال انت ما عطاك ما عطانا بحطه انا شو الله ما عطانا الدكتور جمال ثم راح على البسط تمام انا راحض كل اسئلة لنا تالاشا الله طيب اذا ما اضع الاسئلة يا ريتم محمد يبقى واحدة من اه هم كون يبعت لي مشان تنسيق المحاضرة خلال هادو الاسبوع لتجمع ماكسيمكم ان شاء الله مشان اسبوع تجي نحكي عن المقابلات اذا ما اضع الاسئلة نختم يعطيكم العافية السلام عليكم دكرا عافية دكتور وعليكم السلام اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة